على الجانب الآخر أنا سعيد جدا 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 بمجموعة العمل الحقيقة وبشكر أستاذ محمود سعيد ومجموعة العمل اللي موجودة معنا أستاذ حاتم الشربيني وأستاذ حشام حيسن طبعا بشكر كابتن ناصر عباس لأنه مبارح كابتن ناصر ادالنا انفراد انفراد للبيت الكبير مبارح قلنا لحضراتكم مبارح على الهواء مباشرة موجود قلنا لكابتن ناصر عباس في مدخلة تلفونية قال لي يا كابتن اسلام هيكون كابتن أمين عمر وكابتن أحمد حسام وكابتن محمودة بالرجال هم اللي هيحكموا مطش نيجيريا وجنوب أفريقي قال كده على الهواء معايا مبارح فهذا السلاسي سيكون ممثل مصر في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية ألف مبروك للتحكيم المصري ألف مبروك لهذا المستوى الرائع اللي ظهر بيه التحكيم المصري خلال هذه البطولة ألف مبروك لهؤلاء الرجال بنشكرهم جدا جدا على المستوى إن شاء الله كابتن أمير عمر يعمل مباراة تليق باسم التحكيم المصري اللي احنا بنبقى زعلانين منه شوية وبننتقد ولكن عندما يكون الأمر بيمس البلد وبيمس وجودهم في بطولة الأمم الأفريقية كلنا في ظهرهم وكلنا هنبقى وقفين في ظهرهم وبالتالي انفراض للبيت الكبير الحقيقة نبالح مع كابتن ناصر عباس رسميا النهاردة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا بتاقم تحكيم مصري كابتن أمير عمر كابتن أحمد حسام كابتن أبو الرجال معهم على البار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم هو اسمه كده مشهد جديد من المشاهد الرائعة للتحكيم المصري ألف مبروك للتحكيم المصري وألف مبروك لهؤلاء الرجال وكابتن محمود عشور بالمناسبة ألف مبروك ليه برضو لأنه موجود في مباراة كودفور والكونغو كحكما للفار وبالتالي التحكيم المصري ممثلا في الدور قبل النهائي في المباراتين سواء بطاقم التحكيم اللي حيحكم مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا أو بكابتن محمود عشور في مباراة الثانية مباراة الكودفور والكونغو مرة تانية ألف مبروك للتحكيم المصري إن شاء الله ترجعونا بالسلامة بقى ونبتدي نتخانق مع بعض تاني مش عايزين نتخانق طبعا عايزين نبقى مبسوطين بيكو دايما ونفرح بيكو ونفرح بمستواكو ودايما نشكركم على الهواء ودايما نقولكم إن أنتوا دايما رفعين رأس مصر ولكن من خلال وجودكم هنا بقى من خلال وجودكم هنا فمهم جدا جدا كل هذه الأمور